يعطيك العافية راح نكمل بالفنديمنتلز أوف كونسوليديشن طبعا بعد ما أخذنا سبرينج سيلندر موديل خلينا نوخذ اكتشوال اكزامبل لا كلي لاير كما ترون هنا هذا هو كلي لاير ثقنس طاعتها اتش وعندي فيه from the top sand وfrom the bottom sand فخلينا تستدي الvariation of total stress poor water pressure and effective stress للكلي لاير هاي وهاي بنسميها double drained layer شو يعني double drained يعني في عندي لاير البرمابلية تتاعها عالية at the bottom and at the top طبعا هذا بساعد انه طبعا انه الووتر can travel when لما تكون في عندي delta sigma z اللي هو pressure او stresses added stresses هون راح صير في انه الووتر can flow any water particle can flow بالاتجاه هذا او في ال other direction طبعا لو كانت single drained بكون في عندي من one layer of sand فبالتالي بتكون المسافة that the water particle needs to travel يعني لو لو افترضنا انه هاي مثلا single drained from the top فبالتالي الووتر particle from here needs to travel the full distance اللي هي اتش بس في الحالة هاي لما تكون double drained معناة maximum distance لأي water particle راح تكون h over 2 اللي هي distance هاي فهذا بالشكل هذا يعني هون this is the difference between single drained and double drained فبالتالي double drained بكون عندي from top and the bottom single بكون either from the top or the bottom طبعا لما يكون عندي single double drain بساعد انه the water او the poor water pressure will راح صير الو dissipation بوقت اقل لانه بكون عندي travel distance تكون h over 2 مش فخلينا نشوف هاي الكلي لير اللي تكنس داعتها h double drained from top and bottom بساند سويل و this is the ground water table فبالتالي انا عندي cohesive saturated soil layer و we apply عليها pressure قيمته delta sigma z خلينا نشوف with time او function of time شو اللي راح يصير عندي فاس يو كان سي عندنا هون اه غراف لتوتال سترس انكريز البور ووتر براشر انكريز و الايفكتف سترس انكريز طبعا از يونو انه انا عندي الايفكتف سترس بيسكلي هو عبارة عن يعني لو حطينا اشارة يساوي هون افكتف سترس هو يساوي توتال سترس مينس البور ووتر براشر خلينا بالرسمة هاي نشوف at time zero شو اللي بصير عندي this is time time zero time zero time zero all the delta sigma هون عندي total stresses اللي هي delta sigma لاحظوا على depth h اللي هو thickness of this layer total stress عندي هون اللي هو delta sigma اللي هو applied stresses على soil layer طبعا اذا بتذكروا زي الموديل تبع السليندر سبرينج موديل في البداية all the stresses will be resisted or will be translated to poor water pressure فلاحظوا delta u في الحالة هاي تساوي delta sigma فبالتالي time equal zero راح يكون delta u equal delta sigma والeffective stress بالحالة هاي راح يكون equal zero لانه راح يكون total stress minus poor water pressure هسا اه 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 بعد time بعد الزيرو يعني بعد الزيرو at one اه بعد period of time بحيث period of time هي تكون اقل من الامفينيتي هنشوف شو اللي راح يصير عندي الابلاي delta sigma is here واللي هو total stress increase الباليو تبعته طبعا ثابتة ما راح تتخير بس شو اللي راح يصير عندي هون راح يصير في عندي لأن water is incompressible فابتالي طبعا موفين بأي اتجاه فابتالي الووتر الموجود بالنص راح يكون هون هي اللي will travel maximum distance اللي حكيناها اللي هي اتش اوبر تو فراح يكون في عندي هون اللي هو الووتر براشر لاحظوا قيمة الووتر براشر عند التاب راح تكون ايكوال زيرو لأنو بيسكلي هاي النقطة the closest to the sand فابتالي هاي will leave right away والسويل the clay particle الموجودة هون will leave at the bottom بسرعة فابتالي أنا عندي هون زيرو وعندي هون زيرو اللي راح تأخذ more time هي الووتر بارتكال الموجودة at the middle فلاحظوا القيمة الووتر براشر راح تكون max when at the middle فابتالي أنا الافكت في سترس راح يساوي عندي في الحالة هاي this shape minus this shape والي هو راح يطلع الشيب المكمل بالشكل هذا فابتالي هون راح تكون الافكت في سترس راح تكون قيمة هون delta sigma لأنه راح يكون delta sigma هاي minus zero راح تكون delta sigma ونفس الشي هون راح تكون قيمة equal delta sigma اللي هي راح تكون value of delta sigma minus zero وهون راح تكون الفاليو طبعا أكبر من delta sigma راح تكون طبعا أكبر من زيرو طبعا هذا الشكل هذا الشكل هذا هو مكمل للشكل هذا التايم انفينيتي لما يصير في عندي كل البور ووتر براشر صير الو ديسبتاشن يعني will go away اللي هي last case بسلندر سبرينك كيس delta sigma راح يكون عندي هون is the same ما راح تغير وبس اللي راح يصير عندي عن تايم انفينيتي راح يكون بور ووتر براشر وصل زيرو لانه انا ام this delta sigma is applied for a period of time راح تكون انفينيتي مثلا time infinity او طبعا ممكن قبل او this time راح يكون كل الووتر اللي تعرضت لبراشر وهي incompressible lift the sample بتالي راح يوصل بور ووتر براشر ايقوال زيرو عندي وبالتالي راح يكون effective stress بالحالة هاي راح يكون اللي هو total stress minus البرور ووتر براشر ورح يساوي عندي هون effective stress فبالتالي راح يصير عندي all the stresses اا طبعا zero بور ووتر براشر راح تكون هي عندي ال effective فواحدة اللي مشينا فيهم time equal zero everything is راح تحول بور ووتر براشر with time راح يباليش يصير في عندي dissipation راح تقل البرور ووتر براشر و time infinity راح البرور ووتر براشر هادو يصير قيمته zero وبالتالي هاي الباليو راح تكون هي ال effective طبعا هذا كله is described here but already we discussed هذا بس تنفسيز على concept اللي احنا بنحكي فيه احسا شو هم اللاب tests اللي احنا we perform them in the lab ب ال consolidation فيه عنا اشي بسمو ال audiometer او ال consolidometer اللي هو for the one dimensional consolidation test هذا basically is a lab test و we need to take undisturbed soil sample وال soil هاي we place it in the metal ring as you can see here فالتالي انا اذا بطلع ال plan view السامبل راح تكون في عندي this is my metal ring وهون راح تكون عندي اللي هي my soil sample بال metal ring طبعا انه تكون totally confined طبعا totally confined حتى احنا to model and simulate اللي بصير بالصايت عندي لانه basically if this is a soil layer this is مثلا my ground level والتالي انا اخد السامبل from here totally undisturbed soil sample i need to take it to the lab و perform tests اللي بدي اعمال لهم عليها بالتالي this is my cohesive saturated soil layer و needs to be put by metal ring حتى نحافظ على confinement و راح نستخدم ال porous stones here at top porous stone here at bottom top top on during this last corn it is perform under water حتى نتأكد انه soil sample to stay saturated throughout the test then we apply a load what load we apply it by increments well usually test we double load every 24 hours طبعا load هذا عندي will be translated to stresses if you divide load by the cross sectional area of the sample و طبعا basically راح تكون عندي اللي هو dry weight of the sample is we determined at the end of the test بس نخلص test in sample وطبعا عندي الدي gauge here انو احنا وي مجرد قديش راح يصير عندي deformation ب sample high with the load خلينا نشوف اللي بصير عندي ب one dimensional laboratory test شو اللي راح يصير عندي شكل ال deformation deformation راح بقسمه ل three stages اشي بنسمي ال initial compression و then عندي primary consolidation 3 عندي secondary consolidation خلينا خلينا نشوف طبعا قسمينهم stage one stage two و stage three فلاحظوا بالstage الاولى صار عندي initial completion طبعا طبعا نلاحظوا نلاحظوا قيمة ال deformation طبعا we are using a log scale ونلاحظوا حتى انو نتمكن تريد and pick the trend of the soil sample فخلينا نلاحظ بالstage الاولى اللي هو بنسميه initial deformation طبعا كانت قيمة deformation عالية ب بداية التست بعدين stage الثانية اللي هو primary consolidation لما بلش طبعا stage الاولى when we apply the stresses صار في عندي build up poor water pressure هذا needs time to dissipate فبتالي بزيادة time رح يبلش عندي primary consolidation اللي هو poor water is expelled out فلاحظوا قديش time is needed وقديش الvalue تاعة deformation formation طبعا again stage three طبعا ب stage three صار في عندي secondary secondary consolidation دعوان primary consolidation صار في عندي volume change due to expulsion of water particles from the soil secondary consolidation اللي رح يصير عندي secondary consolidation رح يصير بيعندي plastic adjustment of the soil particles بلا plastic adjustment of the soil particles هذا رح يسبب عندي deformation بال soil sample فهذول stages ال consolidation اللي basically السامفل هاي will go through طبعا plastic re-adjustment اللي هو is very important بس كمية settlement بتكون فيه بصراحة قليلة زد على ذلك انه هاي needs more time طيب خلينا نخذ closer look على السامفل تاعتنا وشوف شو اللي صار عندي فيه هسا as you can see due to the application of the load وبالتالي انا رح سير في عندي change بال void ratio من void ratio هاي رح تتغير فانه انا ال initial height of the specimen اللي هو H هذا طبعا H هذا هو عبارة عن basically height of solid in the soil specimen وعندي اللي هو height of volts اه فبالتالي انا بداية خلينا نشوف ال HS اللي هو ال HS height of the solid بال sample طبعا احنا قسمناها بالشكل هذا حكرينا هون انه equal but doesn't represent the reality فبالتالي HS في الحالة هاي هي عبارة عن weight of the sample divided by the cross sectional area of the sample GS by gamma of water طبعا as you know GS by gamma water هي represent gamma لل soil و HS by A here represent المول طبعا we can use the mass بس if you use the mass معناته we need to use rho لل water and you know the difference between gamma water and rho لل water unit weight of the water on density of the water فبالتالي انا عندي هون ال initial void ratio رح equal اللي هي volume of voids على volume of solid volume of voids طبعا انا عندي the same cross sectional area I took height of the voids divided by height of the solid if I multiply this by cross sectional area divided by cross sectional area as if I multiply by one equal height of voids divided by height of solid change by delta s اللي هو رح يكون تغير بال voids يعني انه voids رح تقل عندي e1 اللي هي عبارة عن initial void ratio before we performing any test على sample minus delta e1 same thing e2 هي عبارة عن e1 minus delta h2 divided by hs لأنه أنا as you can see انه الvoid ratio رح يصير فيها رح تقل because we are applying load ف بالتالي الvoid ratio رح قل عن خلينا نحكي عن normally consolidated and over consolidated clay هذا term is extremely important انميز بين شو يعني normally consolidated وشو يعني over consolidated clays خلينا نقرأ التعريف وخلينا نشرح مع بعض او نشرح شو الفرقتين الاثنين اول شي عندي اشي بسمي normally consolidated هي بارة عن السويل the present effective overburden pressure is the max pressure that the soil was subjected to in the past اشي فلاحظوا انا بحكي عن effective overburden pressure اللي هو sigma note يعني انا اذا عندي soil sample soil layer بالشكل هذا as you can see وبالتالي انا بدي تشيك layer هاي هل layer high normally consolidated ولا over consolidated طبعا في عندي below layer وفي عندي مثلا نقطة هاي انا بسميها a or whatever you want to call it وهون عندي h وهون عندي gamma فال effect overburden pressure اللي هو عبارة عن gamma في h طبعا in case of dry condition و normally consolidated يعني value هاي gamma h راح تكون is the maximum pressure that the soul was subjected to in the past يعني current overburden pressure هو maximum value اللي تعرضت الها is soil layer high in the past يعني ما كانش في overburden pressure عليها in the past قيمته عالية وتغير ها ال overconsolidated هو عبارة ال definition تبع انه present effective overburden pressure is less than that which the soil experience in the past يعني ممكن هاي الصويل layer اتعرضت ل pressure اعلى in the past يعني ممكن كان في صويل layer on top of this in the past يعني ها كان في عندي soil layer in the past كان ارتفاعها مثلا h لنسميه h zero وهون خلي نسميه gamma zero وبالتالي ها سام و for some reasons هاي layer is gone يعني مش موجودة الآن ف بالحالة هاي بتكون هاي الصويل layer تعرضت ل overburden pressure in the past اعلى من الموجود يعني currently layer هاي مش موجودة currently layer هاي يعني هاي الصويل layer كلها اشي كان موجود in the past and now it's gone وبالتالي بنسمي الصويل over consolidated اذا كان present او present effective overburden pressure اللي هو gamma h الموجود الآن مش اعلى pressure تعرضت له الصويل كان في زمان pressure قيمته الvalue له gamma node في h وهذا راح due to any other reason فبالتالي the maximum effective past pressure is called the pre consolidation pressure فبالتالي قيمة الماكس effective past pressure is called pre consolidation pressure فبالتالي انا الصويل layer هاي عندي تعرضت in the past extra pressure والpressure هذا مش موجود اللي هو هذا بسمي انا pre consolidation pressure طبعا ليش هاي الطبقة راحة شو الاسباب طبعا اكثر اسباب اللي هي مين اللي بتكون natural geological processes or human processes يعني يجوا الناس قبل 50 او 60 سنة اخذوا layer هاي thickness h no فبالتالي انا بدي اعرف الان هل الصويل هاي normally consolidated ولا over consolidated حالة normally consolidated يعني هذا ما كانش موجود للان ولا in the past بالover consolidated انه هذا كان موجود in the past بس الان مش موجود طيب في عنا اشي بنسميه OCR اللي هو over consolidation ratio عبارة sigma c prime divided by sigma prime او sigma node prime فبالتالي where sigma c prime here pre consolidation pressure of the specimen sigma node هي عبارة عن effective vertical pressure طبعا ل normal consolidated soil رح تكون OCR OCR equal almost 1 ال over consolidated رح تكون اللي هو more than 1 لانه انا بقسم اللي هو sigma c divided by sigma prime اللي هو present effective over burden pressure خلينا نطلع على relationship between void ratio and effective pressure sigma prime ب log scheme خلينا نشوف التغير بال void ratio ف عندي بالمقطع هذا رح يكون عندي من A B C رح يكون موضوع اللي هو عندي as you can see موضوع loading ف انا I'm loading my soil بالشكل هذا ف انا when I load the soil شو اللي رح يصير بال void ratio بتقل وال effective pressure شو بيصير بزيد بعدين اجيه تعمل unloading I took the load out زي ما شفتوا الان هون فأنا I took the load out here basically effective pressure قل وبنفس الوقت basically void ratio شو رح يصير بيها بالحياة هاي رح تزيد بعدين عملت reloading again فبالتالي reloading طبعا من dfg عملت انا reloading I apply I reapply the pressure يعني خلينا نقول نفس soil sample هاي انه انا كان في موجود soil layer بالشكل هذا I took it out فانا لما كانت موجودة مثلا كان في عندي loading I took it out فانا بعمل unloading then I build an apartment building or whatever هذا نسميه اللي هو reloading وبالتالي انا عندي loading unloading و reloading طبعا بتلاحظوا انه هون صار في عندي اللي هو change لاحظوا انه الكير رجع و went back بعدين رجعنا نكمل على اللي هي هاي اللي هي ال change هون انه كيف نميز الصويل normally consolidated ولا over consolidated طبعا في عدة طرق ابسط طريقة اللي هي when we perform our one dimensional consolidation test basically لازم نرسم void ratio function of pressure هذا الموجود عندي طبعا as you can see الطريقة هاي is described here والطريقة هاي basically by drawing بس في عنا other methods that we can use by مثلا when we perform cpt test فas you can see by visual observation we need to establish a point a at which curve هذا has a minimum radius of curvature فكانت مثلا point هاي a then we draw horizontal line اللي هو a b c بعدين we draw line a c tangent to a lahz هذا line اللي هو a c اللي هو راح tangent للنقطة هاي اللي هي a بعدين draw line a d اللي هو bisector للانجل هاي و then you need to project a straight line لل portion اللي هو g h فهذا straight line بدك تكمل فيه straight line ونشوف وين تقاطع straight line هذا مع bisector وبننزل نقطة هون فبتالي بيكون هذا اللي هو is the preconsolidation pressure حتى اعرف هل انا مثلا البنائي اللي بدي ابنيها على الصويل هاي هل دلتا سيجما زي تاعتها اعلى من ال preconsolidation pressure اللي كان موجود زمان ولا اقل منه فبتالي هاي الامور مهمة جدا ونحن بسيجب اعرف الامور سيجب الامور الامور سيجب الامور primary consolidation and settlement and we will finish by المحاضرة القادمة